في موضوع آخر يشتكي المتعاملون الأجانب الراغبون في إقامة استثمارات بالجزائر من صعوبة المناخ الاستثماري لدارثاء يانيل بالبشير أحد الكفاءات الجزائرية العائدة من المهجر التوهل في هذا المجال سوريا شعلال والتفاصيل قبل قرابة ست سنوات التحق يانيل بالبشير بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة هناك قبل العمل كمستشار اقتصادي وقانوني بعيدة بلدان ليصبح اليوم صاحب أربع مؤسسة تنشط في المجال مخطط الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية كان دفعا ليانيل الذي اكتسب خبرة واسعة في المجال في انفراده بمساعدة الأجنب الراغبين في الاستثمار بالجزائر وليان المناخ الاستثماري لا يخلو من الشوائب يجد يانيل صعوبات عدة خاصة فيما تعلق بالتعريف بالقوانين الاستثمارية الجزائرية للأجانب يجب أن يجب أن يجسد مشاريعه بأي بلد متقدم بالعالم غير أنه فضل العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في بناء اقتصاده